موسيقى البحرية الأمريكية تطور برامج تسلحها لمواجهة الصين وروسيا وأكبر مستورد للأسلحة في العالم في مأزق بسبب العقوبات الغربية على موسكو هذه الملفات وغيرها نناقشها معكم في حلقة اليوم أهلا بكم في عسكري تاريا يوصل الجيش الأمريكي اختبار النماذج الأولية لعدد من المسيرات المعاونة التي ستحلق بجانب المقاتلات الأمريكية على أن يتم الانتهاء من هذه الاختبارات بحلول سبتمبر من عام 2024 خمس شركات أمريكية تتنافس بالفعل في تقديم هذه النماذج لمقاتلات المستقبل للجيش الأمريكي من بين هذه الشركات أندرويل وريثيون ونورثرو جرومان وبحسب تصريحات لمسؤولين في البنتاجون فإن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة أمريكية لخفض تكلفة أي مواجهات مستقبلية محتملة مع الصين شركة MBDA الألمانية تبدأ في بناء مراكز صواريخ في مدينة شروبنهاوزن الألمانية لإنتاج وصيانة ودحديث أنظمة الأسلحة والصواريخ كما ستعمل الشركة أيضا على توسيع الطاقة الإنتاجية لنوع جديد من الصواريخ الخارقة للدروع من تراز انفورسر والذي يتم إطلاقه من على الكتف يأتي هذا الأمر كجزء من خطة أكبر للشركة لتعزيز إنتاج الصواريخ الموجهة للتلبية الطلب المتزايد سواء للجيش الألماني أو حتى لدول حلف النيتو بعد اجتيازها لمئتي اختبار على مدار عامين مقاتلة كي أف توانتي وان الكورية الجنوبية تدخل مراحل الإنتاج خلال العام المقبل كما تواصل إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية إجراء المزيد من الاختبارات على الطائرة هذا الأمر بهدف التأكد من تحقيق الاستدامة القتالية لها حيث تخطط القوات الجوية الكورية الجنوبية لاستخدام أول طائرة كي أف توانتي وان بحلول عام الفين وستة وعشرين مشروع مقاتلة كي أف توانتي وان والذي بلغت تكلفة قرابة سبعة مليارات دولار أمريكي وأطلق في عام الفين وخمسة عشر جاء بهدف تطوير مقاتلة أسرع من الصوت لتحل محل أسطول كوريا الجنوبية القديم من طائرات F4 وF5 لسنوات استثمرت الولايات المتحدة في بناء قدرات عسكرية للتعامل مع تهديدات منخفضة الوتيرة لكن مؤخرا تنامي الدور العسكري الصني في المحيطين الهندي والهادئ وكذلك أيضا نشر روسيا لسفن بحرية في المياه المحيطة بالقارة الأوروبية هذه الأمور جعلت البنتاجون يطالب بسرعة بناء قوات بحرية قوات لديها القدرة على التعامل مع أي تهديدات تمثلها الصين أو روسيا أو حتى كوريا الشمالية للوقوف أكثر على استراتيجية البنتاجون في هذا الملف معنا من واشنطن الخبير في شؤون القوات البحرية في مركز الأبحاث والاستراتيجية البحرية الدكتور ستيف ويلز أولا دكتور ستيف أهلا بك معنا في عسكري تاريا في ضوء تنامي القدرات العسكرية للصين في هذه المرحلة ما الذي تحتاجه القوات البحرية لتعزيز من قدراتها لأي مواجهة مستقبلية مع الصين البحرية الأمريكية تعمل على عدة أصعدة لزيادة قدرتها النسبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مثل بناء المزيد من الغواصات التي هي جزء أساسي من أي عملية هجومية قد تقب بها البحرية الأمريكية لأنها خفية جدا كما أنها تحمل مزيجا من صواريخ الكروز والطوربيدات هذا بالإضافة إلى القوات الأمريكية التقليدية مثل مجموعة حاملات الطائرات التي ستزود بطائرة MQ25A غير المأخولة ما يساعد في زيادة نطاق القدرات الجوية الأمريكية التي تقلص مداها منذ نهاية الحرب الباردة مقرنة بصواريخ الكروز والصواريخ الباليستي الصينية ومن المهم أن تقوم أمريكا بهذه التحديثات كما أن هناك تركيزا متناميا على المركبات غير المأخولة التي بدأ استخدام أغلبها بعد نهاية الحرب الباردة حيث تسعى البحرية الأمريكية لصناعة المزيد منها لتوفير الأفضلية الإضافية في أي معركة محتملة في منطقة المحيطين الهندي والهادل وأخيرا فإن قوات المارينز الأمريكية تغير هيكليتها وتصميمها لتميل أكثر نحو العمليات البحرية من أجل المشاركة في القتال البحري في المنطقة إذن هذا ما تقوم به البحرية من تغييرات على قواتها لتغيير المعادلة التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية الدكتور ستيف برأيك ما هي أهم الصعوبات التي تواجه القيادة الأمريكية لتعزيز قواتها البحرية للتعامل وكيفية التعاطي مع هذه التهديدات التي تراها الولايات المتحدة تشكل تهديدا لأمنها القومي سواء الصين أو روسيا أو حتى كوريا الشمالية جزء كبير من ذلك يشمل أعداد السفن الموجودة في المنطقة بان نهاية الحرب الباردة كانت البحرية الأمريكية لديها ستمائة سفينة من جميع الأشكال بينما لديها الآن أقل من مائتين وتسعين كما أن العديد من هذه السفن باتت قديمة حيث صنعت في العيام الأخيرة من الحرب الباردة مثل سفينة إيجيس وبعض القدرات العسكرية البرنائية وكذلك بعض المدمرات إذن بناء عدد أكبر من السفن يمثل جزءا كبيرا من ذلك من أجل زيادة أعدادها لمصلحة البحرية الأمريكية حينما يتم الإعلان عن الميزانية الدفاعية تحاول كل قيادة عسكرية اقتطاع جزء من هذه الموازنة لصالحها لكن فيما يتعلق بالقوات البحرية أين القوات البحرية في أولويات الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة؟ لا شك أنه تحسن خاصة بعد إصدار قانون تفوض الدفاع الوطني الأخير حيث قام مجلس الشيوخ بمنح البحرية قدرا أكبر من الأموال مما خططت له إدارة بايدن أعتقد أن هناك تركيزا متزايدا على الدعم الإضافي الذي تحتاجه البحرية الأمريكية ولا شك أن مجلس الشيوخ يستجيب لذلك حيث ازداد اهتمامه بالقدرات البحرية ولم نشهد مثل هذا الاهتمام خلال الثلاثين عاما الماضية أعتقد أن التركيز يزداد على البحرية ضمن ميزانية الدفاع ولكن كل شيء مكلف والحصول على المزيج المناسب من السفن وتوسيع الأسطول ضمن قانون مجلس الشيوخ الذي ينص على وجود 355 سفينة وما زلنا بعيدين جدا عن هذا الرقم ونحن بحاجة إلى نمو كبير من أجل الوصول إلى هذا العدد إلا أن مجلس الشيوخ يدرك ذلك وبدأ يتحرك في ذلك التي يه الآن دكتور سيف هناك في الأوساط العسكرية من يتحدث عن إمكانية قيام تحالف بحري صيني روسي إيراني لكن ما هي الخيارات المطروحة على طاولة واشنطن لمجابهة مثل هذا التحالف أنتم طبعا وكيف تقيم هذه الاستراتيجية التي تمتلكها أو ربما تفكر فيها الولايات المتحدة في هذا الإطار هذا سؤال ممتاز حيث بدأنا نشد تعاونا عسكريا كبيرا بين روسيا والصين وإيران في السنوات الأخيرة مثل صفقات بيع الأسلحة المختلفة وهذا يشمل كوريا الشمالية أيضا وهذا التغير بدأ خلال العقد الماضي تقريبا التحدي الحقيقي هنا هو إيجاد استراتيجية عالمية للتعامل مع هذا المزيج من القوى في أواخر ثمانينات القرن الماضي كانت لدى البحرية الأمريكية ما تسمى البحرية الاستراتيجية التي صممت لمكافحة البحرية السوفيتية غالميا وعلى عدة جبهات ولإبعاد القوات السوفيتية عن الجبهة الأوروبية المركزية عندما كنا نتوقع أن تقوم الدول حلف ورسو والاتحاد السوفيتي بمهاجمة ألمانيا الغربية إذن البحرية كان لديها دور واضح في تحقيق تلك الاستراتيجية من خلال الاستراتيجية العالمية التي ساهمت في صناعة ستمائة سفينة للبحرية الأمريكية وكانت فيها أعداد واضحة من حاملات الطائرات والغواصات وطائرات الدوريات وغيرها التي كنا بحاجة إليها لتنفيذ تلك الاستراتيجية منذ نهاية الحرب الباردة والبحرية الأمريكية لم تكن لديها مثل تلك الاستراتيجية البحرية الدولية التي تحدد أعداد السفن المقاتلة والطائرات والغواصات من أجل مكافحة ذلك التهديد العالمي ولم تستخدم سوى قوات منفردة عبر قدراتها الخاصة وعملت السلطات المركزية في واشنطن على دعمها ولكن ما نحن بحاجة إليه الآن هو سراتيجية بحرية عالمية تخصص الاحتياجات البحرية على مستوى العالم فمع تركيز أمريكا لقواتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد الصيني فقد شهدنا مثلا ما حدث في الأسابيع الأخيرة في السودان ولم يكن لدينا سوى دعم محدود في المنطقة لتوفير الدعم ومستقبلا ومن أجل التعرف على عدد وأنواع السفن التي نحتاج إليها فنحن بحاجة إلى استراتيجية بحرية جديدة ترى العالم على أنه مكان واحد وليس مناطق منفصيلة كل منطقة توفر موارد مختلفة هذا الشيء يجب أن يتغير ويبدو أن مجلس الشيوخ يدعم ذلك وأنا متفائل دكتور ستيف ويلز الخبير في شؤون القوات البحرية في مركز الأبحاث والاستراتيجية شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من توضيحات وقعت بولندا مؤخرا عقدا مع شركة MBDA البريطانية لتزويدها بصاروخ قصير المدى صاروخ لديه القدرة على التكيف مع منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات والمعروفة باسم بيلكا بلس الصاروخ كام صاروخ مخصص للتعامل مع الأهداف الجوية المنخفضة كام هو صاروخ تم تصميمه في الأساس ليستخدم من المنصات البرية للجيش البريطاني بدلا من صواريخ ريبر القديمة يتميز هذا الصاروخ بصعوبة رصده أو تعقبه كما أن لديه القدرة على التعامل مع الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى يحتوي كام على رادار نشط يوجه الصاروخ ذاتيا لتعقب الهدف كما يتميز كذلك بقدرته على التعامل مع الأهداف في نطاق 360 درجة بغض النظر عن زاوية توجيه منصة الإطلاق يحمل هذا الصاروخ رأسا حربيا انشطاريا شديد الفتك يمكنه تدمير الهدف من مسافة قريبة حتى وإن لم يتمكن من إصابته بشكل مباشر كما يمكن استخدامه ضد الطائرات الحربية والمسيرات وكذلك الصواريخ الجوالة هذا بالإضافة لكونه قابل للدمج مع منظومات جوية متكاملة تم إصدار طرازات متعددة من هذا الصاروخ من بينها طراز كام إي آر والذي تعاقدت عليه إيطاليا ليكون الصاروخ المعتمد لديها في منظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى ترجمة نانسي قنقر بعد الفاصل خيارات التسلح الهندية في ظل العقوبات الغربية على روسيا أهلا بكم من جديد تصعد التوترات مع الصين من جانب وباكستان من الجانب الآخر جعل الهند أكثر الدول استيرادا للأسلحة خلال السنوات الأربع الماضية الهند تعد الدولة الأولى حول العالم في استيراد الأسلحة من روسيا لكنها مؤخرا باتت أمام عقبة كبيرة في الحصول على احتياجاتها من المعدات الروسية بسبب العقوبات الغربية على موسكو لمناقشة البدائل المتاحة حاليا أمام نيو ديلهي وكذلك مدى فعالية تجربتها كذلك في توطين صناعات عسكرية محلية معنا من مومباي السيد جون سيد هارت رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في مركز تقرير أسواق الدفاع والطيران أولا ميسر جون أهلا بك معنا في عسكري تاريا يعني العقوبات الغربية على روسيا عطلت الكثير من صفقات الأسلحة ما بين موسكو ونيو ديلهي لكن ما هي البدائل التي باتت الآن مطروحة على طولة الهند للحصول على ما تحتاجه من أسلحة قبل أن أخوض في تفاصيل الإجابة عن هذا السؤال أود التحدث قليلا عن المعدات الروسية روسيا والهند حليفتان منذ فترة طويلة من الزمن وروسيا أكبر مصدر أسلحة للهند وإذا ما نظرنا إلى المعدات الروسية فهي ميكانيكية مقارنة بالغرب التي تعد إلكترونية كما أن مواصفات الأسلحة الروسية تختلف عن معايير الناتو حيث إن بنادق الناتو تستخدم رصاصا من عيار مختلف عن رصاص البنادق الروسية والفارق بين هذه المواصفات سيتسبب في إشكاليات للهند لأنها تعتمد بشكل كبير على المعدات الروسية حيث إن 90% من المدرعات الهندية و69% من الطائرات المقاتلة لدى القوات الجوية والبحرية الهندية و44% من الغواصات والسفن المقاتلة لدى البحرية الهندية مصنوعة في روسيا ومن الأصول الروسية الأساسية في الهند 250 طائرة سوكوي و7 غواصات كيلوكلاس وأكثر من 1200 دبابة T90 وكلها صالحة للعمل لعشر سنوات قادمة وبحاجة إلى قطع غيار أما إجمالي الطلبات المعطلة خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة في أوكرانيا فتبلغ قيمتها نحو مليار دولار بالإضافة إلى طلبات أخرى قيد الإعداد قد تبلغ عشرة مليارات دولار وإذا ما نظرنا إلى الحكومة الهندية ووزارة الدفاع فلديها ثلاثة خيارات الأول هو أن تكون الدفعات بعملة اليورو وهذا غير مفضل بسبب أسعار الصرف والخيار الثاني هو التصنيع المحلي وهنا تكمن مشكلة أخرى بأن أغلب اللاعبين المحليين يترددون في صناعة قطع الغيار الروسية بسبب قلة أعدادها وبالتالي لم تكون مربحة أما الخيار الثالث فهو ما تقوم به الحكومة الهندية ووزارة الدفاع وهو التوجه إلى الغرب وتوسيع قاعدة مزودي الأسلحة وعدم الاعتماد فقط على روسيا بل على مناطق أخرى من العالم ميسر جون بالنظر إلى هذا التاريخ في العلاقة العسكرية وكل هذه الكمية من المعدات العسكرية التي حصلت عليها الهند من روسيا هذه المعدات بحاجة إلى صيانة وكذلك بحاجة إلى ذخائر وأيضا قطع غيار كيف ستتصرف نيودوله في هذه المسألة؟ اسمح لي أن أحدثك قليلا عن أنواع المعدات التي حصلنا عليها من موسكو خلال السنوات الخمس الماضية فقد بلغت قيمة الأسلحة التي زودتها موسكو للهند 13 مليار دولار ولديها طلبات تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار أما قطع الغيار فهناك نحو 10 آلاف نوع منه فالأثر قصير الأمد على وحدات الاستبدال الخطية والمخزون الحالي لن يكون كبيرا لأن قواتنا لديها مخزون كافا أما على المدى البعيد بعد خمس سنوات قادمة فسوف نواجه حينها شحا في قطع الغيار وهناك طرق لمعالجة تلك المشكلة أولا وكما ذكرت آنفا هو صناعة المحلية وتسوية الدفعات وكذلك الابتكارات القائمة على التكنولوجيا مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مثال آخر أود أن أذكره بهذه المناسبة هو منظومة سمار التي تم تطويرها بالتعاون بين وزارة الدفاع الهندية وشركتين خاصتين القوات الهندية أخذت مخزونها من صواريخ R73 الجو جو الروسية والموجهة بالأشعة تحت الحمراء التي انتهت مدة صلاحيتها وقاموا بتجديدها ومؤامتها للاستخدام في منظومات سمار وقد نشهد المزيد من هذه الابتكارات المدفوعة من قبل القوات المسلحة الهندية بمساعدة الشركات الخاصة في المستقبل خاصة مع المنظومات الروسية مصر جونس سنوات الماضية كانت الهند تحاول أن توازن في علاقاتها العسكرية ما بين روسيا وكذلك مع الدول الغربية لأن هناك مخاوف تتصاعد لديها بسبب الصين الآن مع التغيرات الاستراتيجية التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا هل من الممكن أن تشكل المنظومات الغربية سواء أمريكية أو أوروبية بديلا مناسبا للهند بسبب غياب أو عدم قدرتها على الحصول على ما تحتاجه من معدات روسية الآن هذا سؤال وجه قبل أن نتحدث عن المعدات الغربية أود أن نتحدث عن مسألة التأخيرات التي حدثت في تسليم المعدات الروسية إلى الهند خلال الأزمة في أوكرانيا من البرامج التي تأجلت منظومة S-400 الدفاعية وكذلك نحو 50 مروحية من طراز 117 ونحو 10 مروحيات إنذار مبكر أما مشتريات الدفاع الهندية من دول الغرب فقد وافقت أمريكا على بيع أسلحة تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية كما وقعت الشركات الأميركية على صفقات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار منذ عام 2018 أما الدول الأخرى التي زادت استراتيجيا من مبيعاتها للهند فهي إسرائيل وفرنسا وكوريا الجنوبية وإسبانيا فمن الواضح أن مستقبل المشتريات الهندية يتعدى روسيا بعيدا وحتى لو ألقينا نظرة على إحصاءات المشتريات منذ 2010 وحتى الآن فهناك تحول واضح من الاعتماد على منظومات الدفاع الروسية ذكرت سابقا أن التصنيع المحلي من الممكن أن يشكل فارق أو يكون كبديل للحصول على معدات عسكرية من الخارج والهند لديها تجربة في هذا توطين صناعات عسكرية محلية كيف تقيم هذه التجربة وكذلك ما هي أهم العوائق التي توجد الآن أمام إحداث طفرة في مجال الصناعات العسكرية الهندية بشكل عام؟ هذا سؤال وجيه جدا كما ذكرت فالهند كانت من أكثر الدول استيرادا للأسلحة حيث تبلغ حصتها 11% من مشتريات الأسلحة عالميا بين عامي 2018 و2022 وخلال هذه الأعوام كانت حصة الأسلحة الروسية التي استوردتها الهند نحو 45% وخلال هذه الفترة كانت حصة فرنسا من مشترياتنا نحو 30% ثم أميركا بنحو 11% وسبب أهمية هذه المشتريات هو أن الاتفاق يشمل فقرة توطين وهناك نحو 250 شركة هندية مخولة للاستفادة من هذه الالتزامات حسب الاتفاق وبالتالي فإن صناعة هذه القطع في الهند تساعد في تنمية المعارف الهندية وإلى جانب هذه المبادرات الدولية فهناك مبادرات حكومات الأقاليم مثل تاميل نادو التي تستثمر في مشروعات الممرات الدفاعية في جنوب الهند والتي تهدف لبناء منظومات الفضاء الجوي والدفاع المتكاملة وهذه هي العوامل الأساسية الدافعة للقطاع المحلي أما سبب بطء هذه الصناعة لدينا فيرجع لعدم وجود المعارف التكنولوجية مسر جون سيدهارت رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في مركز تقرير أسواق الطيران والدفاع شكرا جزيلا على ما تفضلت به من توضيحات أول مقاتلة فرنسية أسرع من الصوت شاركت كذلك في عدد من الحروب بمنطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأخير من القرن الماضي المقاتلة الفرنسية مستير أربعة مستير أربعة هي مقاتلة طورتها شركة داسو أفييشن في عام 1952 تم تسليحها بمدفعين رشاشين من عيار 30 مليمتر بالإضافة إلى حمولة تصل إلى طن كامل من القنابل المتنوعة تمكنت المقاتلة مستير أربعة من اختراق جدار الصوت خلال انقضاض سريع من مسافة عالية لكن الطراز المحدث منها والذي عرف باسم سوبر مستير تمكن من تجاوز سرعة الصوت عند التحليق أفقيا إسرائيل استخدمت مقاتلة السوبر مستير في حروبها ضد العرب خاصة في حربي 1967 و1973 حلقت طائرة المستير لأكثر من عشرين عاما إلى أن خرج الطراز الأخير منها وهو السوبر مستير من الخدمة في سلاح الجو الفرنسي في عام 1974 ترجمة نانسي قنقر حلقة عسكري تاريا لهذا الأسبوع قد انتهت الأسبوع المقبل المزيد من الأسلحة والمزيد من الصفقة في أمان الداخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر